قوله يا رسول الله اول حاجة لما سأل لاله ايه هل دخل سأل على طول ولا ناداه باحلى اسمائه وافضل اسمائه فقال له يا رسول الله ايبقى انت ما تروح تسأل انسان تناديه الاول باحب اسمائه الاول عشان يبقى فيه نوع من الود الاول وبعد كده تسأل مش تخش على طول كده سلام عليكم كيف يكون القتال فيه سأل ايه ده اخد بالك دخل كده مش مريحة فلازم ايه تتعلم الادب ازاي تتعلم ايه الادب في السؤال كمان فكلمة يا رسول الله شوف كل كلمة في الحديث وراها اداب تتعلمها قوله يا رسول الله فيه دليل على ان من الادب والسنة تقدمت منادات المسؤول باعلى اسمائه على الحاجة لانه قال اولا قبل ان يذكر حاجته يا رسول الله ورسول الله اعلى اسمائه عليه السلام ولذلك نعرف احنا طب تلاحظ في القرآن شوف سيدنا ابراهيم لما بيكلم ابوه وهو كافر يقول له ايه يا ابتي يا ابتي يا ابتي يا ابتي اربع مرات يا ابتي اول كل جميع يا ابتي اني قد جاءني من العالم يا ابتي اني اخاف ان يمسك شوف الاول يقول له يا ابتي الاول عشان يستدر منه عطف الابوة يقوم ايه يسمع له فتتعلم الحكاية دي هتخش برضو تسأل والدتك تقول لها يا امي او يا ماما وماما دي على فكرة فصيحة في ناس متصورين ان الماما دي ايه يعني مش فصيحة يقوم ايه يعلم عياله الصغيرين لا يا امي علشان يعني فاخد بقى هي ماما دي برضو فصيحة من لغات العرب على فكرة بعض قبائل العرب كانت تنادي الام يا ماما وجات في الشعر حتى اول ما يمتق الطفل يا ماما ويا بابا ايه لنا في اشعار قديمة فدل على انها لغة فصيحة ففيش دعي انك انت يعني تتقعر قوي وابنك كل ايه زميله يقولوا يا ماما ويا بابا وانت تقوله لا تقول يا امي ويا ابي ما ودي صحيحة ودي صحيحة برد وخليه يقول زي ما زميله ويقوله حتى لا يشعر بالتميز على الاخرين فتيجي برضو تسأل والدك تقوله يا بابا تسأل امك تقوله ايه يا ماما كل دي تعلمنا من انه ايه قاله يا رسول الله فهمت فدي حسن التأكد هتسأل استاذك يا استاذ او يا استاذي يا استاذي ويا ملازي واخد بقى احنا كنا ساعة ايه في الجراحة لما كنا نتعلم جراحك كنا نهزر مع استاذتنا نعم نقوله استاذي وملازي واخد بقى عشان هو اللي بيعلمني المهنة بقى واخد فكانوا يفرحوا وينبسطوا يعني اول ما يسمع الكلمة دي ينبسط يقوم يلين معك ويطلع لك كل اسرار المهنة واخد بقى لك من حلاوة ايه النداء الاولي فهمت بقى ده اخد بقى لك ان دي نقطة مهمة لازم اننا نهتم بيها في طريقة التعامل مع بعضين البعض حتى حتكلم ابنك ما ستقول له تعالى يا ابني ايه مالك زعلان ليه مش تعالى يا ولد يا مجرم انت هو من دخلته كده مش هيسمع كلمة صح ولا لأ فلازم مما تتعامل مع الناس تتعامل بلطف وتناديها بأحب الاسماء اشتركوا في القناة